اطلع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة نائب رئيس مكتب الشؤون حجاج بيت الله الحرام باليمن الدكتور مختار الرباش على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج اليمنيين بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة كما تم الاطلاع على عملية ربط اللجان الميدانية في المنافذ البرية والجوية واللجان الميدانية العاملة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بغرفة عمليات واحدة يترى أسهل وكيل الرباش بالإضافة إلى الاطلاع على الغرف الطبية المخصصة للحجاج في أبراج الحجاج والتأكيد على مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر